الجديدة اللي مش عند حد في مصر مش عند حد في مصر مش عند حد في مصر ولم تذكر وهو عرض النادي الاهلي الذي يقدم شفاهة لأحد المسؤولين الكبار رفيع المستوى في النادي الإسماعيلي للشراء باهر المحمد لما أقول العرض أنا عارف أنا أقول إيه وعرض مناسب وكويس وماليا مربح للإسماعيلي مربح للإسماعيلي العرض هو انتقال اتنين لاعبين زائد مليون دولار الاتنين اللاعبين هما حسين السيد الزهير الأيصر المعار إلى الصفاقس التونسي واللي الإسماعيلي كان عاوزه وعاوز حد في الحد دي وصالح جمعة نجم خط الوسط والتالت أحمد الشيخ اختار منهم اتنين يا باشا زائد مليون دولار اختار اتنين زائد مليون دولار ده العرض الذي قدمها للنادي الإسماعيلي شرط أن يتفق الإسماعيلي مع اللاعب ويرضيه ما تجيش يقول للأهلي تعالى خش انت اتفاوض مع اللاعب أو اكبر اللاعب أو اقنع اللاعب أو كده ليه؟ لأن الإسماعيلي في صفقة محمود متولي كان له اتنين لعبة إعارة وما نجحش في التوصل لاتفاقات مالية مع نجوم النادي الأهلي بيديله لستة يقول لهو اختار منه فهنا اللستة باهر المحمدي مقابل مليون دولار واثنين لعبة من ثلاثة زي ما بقول لكم صالح جمع حسين السيد احمد الشيخ لو هتقول لنا احمد الشيخ وصالح جمع وحسين السيد لا اي اتنين من دول ما يكسب للإسماعيلي خلي بقى لكم الاتنين اللي راحين انتقال نهائي وارد يبقى الثالث اعارة لمدة موس الزمال الإسماعيلي وشطارته الإسماعيلي وشطارته في المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي لكن ده عرض النادي الأهلي المالي للإسماعيلي قدمة إلى مسؤول رفيع المستوى من مسؤول رفيع المستوى وقال فكروا وشوفوا وإحنا مع مصدحة النادي الإسماعيلي وحرصين على تبادل المصالح وحرصين على كذا وعلى كذا وعلى كذا فده العرض المالي الذي قدمه من النادي الأهلي إلى الإسماعيلي للحصول على خدمات باهر المحمد يطلع واحد يقول لي أنك لأبو المعاطي أنت هبيت أنت واحد بيجيب كلام مش موجود على الخريطة وحد عام الفيديو بيقول لأ أن وضوع بحر المحمدي ده فانكوش وما لهش أي علاقة بالواقع اللي أنا عاوز أقوله أن فيه فرق بين بتاع الصحافة وبتاع الجوافة بتاع الصحافة عنده مصدر بيرفع السماعة على مسؤولين وبيجمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا مسؤول يصق فيه حكيله يقوله العلاقة 30 سنة في المهنة مش قليلة فبالتالي لأ اتنين انتقال نهائي وممكن واحد اعارة بس الاعارة ده مش مطروحة اللي قال لي يختار اتنين من التلاتة بجانب المليون دولار بجانب المليون دولار اتنين من التلاتة صالح جمعة احمد الشيخ حسين السي انتقال اتنين بصفة نهائية زائد مليون دولار قلت له طب والتالي افرط طمعه فيه قال لي ممكن ان نتفاوض على ان هو يروح اعارة نتفاوض على ان هو بيروح اعارة حد ده هيقول لي طب يا انكل ابو المعطى اقول له يا حبيب قلبي اللي يقول انه مفيش كلام من ده هحيله الحاجة وحيدة فقط وهي مداخلة كابتن صبر المنياوي معايا هنا على نجم الجماهير يوم اصابة محمد مجدي او اشتباه في اصابته بكورونا حافظه الله وكل لعبين في كل الفرق المصرية وحافظ الشعب المصري والانسانية والبشرية من هذا الوباء والبلاء معاك اهو احد الاصدقاء بيقول لي صالح جمعة الدبار محمد ميت مر ده لما يبقى في تركيزه صالح جمعة في تركيزه احسن العيب في مصر صالح جمعة في التزامه يبقى احسن العيب في مصر صالح جمعة في انضباطه يبقى احسن العيب في مصر صالح جمعة لو هو عنده التزام وانضباط وتركيز حط صالح جمعة وحط العشر فين؟ في الاهلي وفي منتغب مصر في الاهلي وفي منتخب مصر حط صالح جمعة وهي حط البق لكن دلوقتي الطريق بينه وبين كارترون مقفول النفوس شايلة الراجل مش عاوزه فما تقول لي ما نعمعك ان صالح قد بير المحمد ميت مر ما نعمعك ان صالح جمعة ده لو مركز يبقى افضل لعيب في مصر وافضل من عبدالله السعيد اللي هو مش عارف يبقى مديل ليه لا عارف يبقى مديل ليه في الاهلي ولا منتخب مصر صالح جمعة ربنا حاباه سبحانه وتعالى بموهبة ومهارات وقدرات فنية عالية جدا لكن من غير التزام وانضباط وعقلية وشخصية كل ده بيروح يا جماعة كل ده بيروح يا سلام من 15 سنة من اعتزال حزم امام ما شفناش حد في مهارات حزم امام شيكابالا صالح جمعة عبدالله السعيد ولما تتكلم كمان في شيكابالا ظلم نفسه والله العظيم ظلم نفسه واللي حواليه ظلموه اقسم بله شيكابالا كان مكانه في اقوى الفرق في العالم برشلونة والريال وليفربول ومنشستر سيتي والمان يونايتد وهكذا موهبة ربنا حباب مهارات وقدرات فنية عالية لكن الشخصية والدماغ ده موضوع تاني نفس الامر بالنسبة لصالح جمعة اه بتقول لي حسن منه 100 مرة يا سيد احسن منه 100 مرة في المهارة لكن في الالتزام والانضباط ده موضوع تاني المهارة من غير التزام وانضباط وشخصية قوية وعقلية احترافية لا لا ما بقاش له يازم فاللي انا بقول لك على ايه دول يختاروا اتنين بشكل نهائي ومليون دولار هيجوا بقى في المفاوضات يقول لك تبناخد التالت اعارة مش عارف ايه هما وشطرتهم ليسماعيه لكن الاهلي عاوز باهر المحمدي مساك منتخب مصر واللي بيلعب كمان ظاهير ايه يبقى انت كده حلية الحتة اللي ايه اللي وارا وتأمنت وتطمنت يبقى باهر المحمد ويبقى محمود متول ويبقى رامي ربيع ويبقى ايمن اشرف وبلعب بك شمال وبيلعب الحتة دي وعندك سعد سمير ربنا يشفيه يعافيه ويحفظه انسان على خلق عالي وملتزم ومنضابط المولاد النادي الاهلي المخلصي فان يبقى الموضوع ده انا بقول لكم ليه الكلام ده لما بقول معلومة بحب تابعها ولما بقول مين رايح ومين جاي بقولك الاهلي قدم عرض من شخصية رفعة المستوى لا شخصية رفعة المستوى في محمود متولي كله كان بيقولك صعب ومش صعب المهندس بريم عثمان رجل يمتلك القرار لما جاله محمود متولي وتوفى بطلباته المالية البيع لما جيف عواد وكذا والاسماعيل استفاد منه قالك بيع ما هو الاسماعيلي والاتحاد والمصري هيصرفه منين هيجيبه منين اندية لفيه دخل جماهيري وحقوق الرعاية بالنسبة لها ما بتبقاش كبيرة ولولا بعض الشخصيات زي محمد مصرح في الاتحاد شايل التعال سامير بيحالبية شايل المصري ابراهيم بيحالبية شايل اسماعيلي شايله بمعنى ايه انه هو في مبلغ بيتبرع به وفيه احيانا بيسل في النادي يحل ازمات فهنا في موضوع بير المحمدي اه صالح جمعة ادي اي حد في مصر مئة مرة سيدي صالح جمعة لو عنده التزام وانضباط كنت لازم تشوفه في الدورة الانجليزي لكن ما عندهش التزام وانضباط وعقلية له عقلية الخاصة فبالتالي النهاردة ما تروح اعارة على البيعة مبادلة خد صالح جمعة وحسين السيد ومليون دولار ودينا بهر المحمد خد صالح جمعة وامليون دولار ودينا بهر المحمد خد حسين السيد وامليون دولار ودينا بهر المحمد حسب حسب رؤية مجلس ادارة النادي الاسماعيلي ومفاوضات لكن يبقى ان هذا هو العرض المالي الذي يقدمه النادي الاهلي للنادي إسماعيل الحصول على خدمات بارر محمد وكل شيء قابل للتفاوض وارد المليون دولار يبقى مليون ومئة ألف وارد بها دا ما يبقى 16 مليون جنيه يبقى 17 يبقى 18 يبقى 20 وهكذا تخلي بالكم القيمة السوقية لكل نجوم كرة القدم في العالم نزلت إلى 15-20% كل القيمة السوقية بص القيمة السوقية بتاعت محمد صلاح قبل كورونا شئ ودلوقتي شئ كله نزل ليه نزل؟ لأن كل دا متأسف بالحركة الاقتصادية في العالم وبالشركات المالتيناشنال اللي بتعمل للرعايات للأندية وللدوريات الكبرى فكل دا بينزل فهنا عرض الناد الأهلي إلى الإسماعيل الحصول على خدمات باهر المحمد طيب وإحنا بنتكلم عن الناد الأهلي عاوز أروح لجزئية تانية عشان مش عندي كذا مدخلة رد الفيفا على مرتضة الفيفا النهاردة عمل رد عنيف جدا على اتهمات مرتضة بالفيفا بالرشوة وبإن هما لهم معاملاتهم مع الأستاذ أنيس بن ميم وإن هما دلوا القرار بدري وإن في حاجة غلط وإن الحكاية والرواية النهاردة جريدة الوطن المحترمة خليك معاك كده لحظة على ما قدمك بس لحظة جريدة الوطن المحترمة برئاسة تحرير الأستاذ محمود مسلم وبرئاسة قسم الرياض لأستاذ إهاب الخطيب ترجمة نانسي قنقر